بخطوات متسارعة ومع انتهاء المهلة التي منحتها طهران لبغداد من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الأخيرة غادرت المعارضة الإيرانية مواقعها في كردستان العراق لتعلن إيران عن تقييمها للإجراءة المتخذة ورفضها للتمديد رئيس شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيلفا روشان هدد بأن يوم التاسع عشر من شهر أيلول الجاري هو نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح المعارضة الإيرانية متوعدا بتكرار القصف وربما الاجتياح البري إذا لم ينفذ الأمر وكذلك أطلق وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني ما وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بالتحذير الأخير للسلطات في العراق حول نزع سلاح المجامع الكردية الإيرانية المعارضة المتمركز شمالي العراق ملوحا بتحرك عسكري بعد مراجعة الإجراءات المتخذة قبل نهاية المهلة مصدر إيراني كشف أن قوة عسكرية من قوات حرس الحدود وقوات البشمرقة شنت عملية مسح وتمشيط في الشريط الحدودي العراقي الإيراني للبحث عن سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لافتا إلى أن العملية الأمنية مستمرة مع استمرار نقل مقرات الأحزاب وعوائل تلك الأحزاب تحت إجراءات أمنية مشددة وعلى أرض الواقع كشفت مصادر أمنية أن جميع الأحزاب الإيرانية المعارضة أفرغت المخيمات والمجمعات السكنية ومقارها في مناطق زركويز في السليمانية وقضاء كويا القريب من أربيل خلال الساعات الثماني وأربعين الماضية لكن لم تذكر مزيدا من التفاصيل حول وجهتهم وما هي التداعيات لوجودهم في منطقة أخرى من مناطق العراق مراقبون قللوا من احتمالية توقف إيران عن التدخل في محافظات شمالي العراق بعد انتهاء ذريعة وجود المعارضة الكردية ورجحوا أن تستمر إيران في سياستها القائمة على التواغل السياسي والأمني في شمالي العراق اعتمادا على أحزاب داعمة لها حيث ترى طهران أن محافظات كردستان العراق ذات أهمية لا تقل عن أهمية مناطق نفوذها في بقية محافظات العراق